السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس تاريخ قطر أحييكم أن المعلمة هتف محميد من المدرسة الفلسطينية في الدرس درسنا لهذا اليوم سيكون بعنوان عصر النهضة الحديثة خلال فترة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال هذا الدرس على أهم مظاهر النهضة الحديثة التي شهدتها دولة قطر في عهد الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفهد أولا سنتعرف على أهم مظاهر النهضة الحديثة في دولة قطر بداية نبدأ في النهضة الاقتصادية حيث شهدت دولة قطر نهضة في كل المجالات وبلغت النهضة أوجها في عهد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حيث شملت شتى المجالات في مجال النهضة الاقتصادية شملت البترول والغاز الصناعات الحديثة الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي الاستثمار لنبدأ أولا بالبترول والغاز حيث بدأت دولة قطر أولى خطواتها الحقيقية في عصر النهضة الحديثة بعد اكتشاف حق الدخان عام 1940 وتم تصدير أول شحنة للبترول الأسواق الخارجية عام 1949 وفي عام 1991 أيضا بدأ إنتاج الغاز الطبيعي في كميات كبيرة من حقل غاز الشمال الذي يعد من أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم كذلك نجد أن دولة قطر حققت إنجازات هائلة في مجال البترول والغاز الطبيعي حيث وصل إنتاج دولة قطر من البترول أكثر من 850 ألف برميل يوميا أيضا احتلت قطر المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي بعد الولايات المتحدة وروسيا كما احتلت أيضا المرتبة الثالثة في احتياط الغاز الطبيعي المخزن في باطن الأرض بعد روسيا وإيران هذه صورة لحق الدخان في قطر وهو أول حق البترول تم اكتشافه في قطر عام 1940 هذه أيضا صورة لحق الغاز الشمال الذي بدأ إنتاج فيه عام 1940 ثانيا الصناعات الحديثة حيث تم توظيف عائدات البترول والغاز الطبيعي في تطوير البنية التحتية ومن ثم إنشاء العديد من الصناعات في دولة قطر ومن أهم هذه الصناعات أولا صناعة البترو كيمويات ثانيا صناعة الحديد والصلب وأيضا صناعة الألمنيوم والأسمدة ومن أهم المدن الصناعية في دولة قطر مدينة مسعيد ومدينة رأس لفا أهم الصناعات في قطر صناعة البترو كيمويات صناعة الحديد وأيضا صناعة الصلب بالإضافة إلى صناعة الألمنيوم وصناعة الأسمدة إذن هذه أهم الصناعات في قطر البتروكيمويات الحديد والصلب الألمنيوم والألمنيوم أما أهم المدن الصناعية فهي مدينة مسعيد وأيضا مدينة رأس لفان الصناعية وننتقل الآن إلى الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي في قطر حيث تطور الإنتاج الزراعي في الفترة الأخيرة في دولة قطر وأصبحت قطر تمتلك أكثر من ألف مزرع نشطة وتطور أيضا الإنتاج الحيواني بشكل كبير في دولة قطر فصارت تمتلك آلاف رؤوس الحيوانات من الماعز والأغنام والإبل بالإضافة لأكثر من ثمن ملايين دجاجة وتنتج دولة قطر كميات كبيرة من الأسماك تغطي حوالي 90% من الاستهلاك المحلي الحيواني في قطر متنوع ما بين الماعز والأغنام والإبل إضافة إلى إنتاج الدجاج والأسماك والذي يغطي قطر من إنتاج الأسماك 90% تقريبا من الاستهلاك المحلي ومن أهم مزارع قطر النشطة مزرعة بلدنا حيث تنتج كميات كبيرة من مننتجات الحليب والألبان رابعا الاستثمار فاتخذت حكومة قطر خطوات من شأنها تهيئة وتشجيع المناخ الاستثماري في قطر ومن هذه الخطوات أولا فتحت أبواب الاستثمار في مجال قطاع الغاز ثانيا عدم وجود ضرائب على دخل الأفراد والمواطنين في قطر ولا رسوم على الصادرات وأيضا انخفاض الرسوم على الواردات حيث تبلغ 4% فقط بالإضافة إلى إعفاء المعدات وقطع الغيار ولوازم الانتاج من الرسوم الجمركية وهذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة القطرية ساعدت على تهيئة المناخ الاستثماري في الدولة والتشجيع على الاستثمار خامسا التجارة الخارجية حيث اهتمت دولة قطر بالتجارة الخارجية وذلك من خلال انضمامها في شهر يناير 1996 لمنظمة التجارة العالمية فأصبحت عدو فعال في هذه المنظمة وأصبحت عدو دائم أيضا ملتزم في نظام التجارة والاقتصاد الدولي بالإضافة إلى أن استضافة دولة قطر أيضا مفاوضات منظمة التجارة الدولية بشأن حرية التجارة والعلاقات التجارية بين الدول الغنية دعونا الآن عزائي الطلبة نتعرف على أهم الصادرات القطرية والواردات الصادرات وهي السلع الموجودة بكثرة في قطر وتغطي الاستهلاك المحلي لذلك تصدره إلى الأسواق الخارجية ومن أهم الصادرات القطرية الغاز الطبيعي والبترول الخام والأسمدة والبتروكيمويات أما الواردات القطرية فهي السلع الغير موجودة في الدولة وتحتاج إليها لذلك تقوم بشرائها من الدول الأخرى وهي الماكينات والسيارات والشاحنات وبعض أيضا المنتجات الزراعية إذن أهم واردات قطر السيارات والشاحنات مقر منظمة التجارة العالمية تأسست منظمة التجارة العالمية رسميا خلال عام 1995 لتحل محل اتفاقية القات ويوجد مقر منظمة التجارة العالمية بمدينة جنيفس في سويسرا وتهدف هذه المنظمة إلى تطوير الإنتاج وتنمية التجارة الدولية بين دول العالم وأيضا ضمان انفتاح التجارة العالمية ورفع مستوى العيش والدخل والحق في العمل واستغلال متكامل لمصادر الإنتاج لما يحققه من نمو في الاقتصاد العالمي ثانيا النهضة الاجتماعية والتي تضم النهضة التعليمية النهضة الصحية والنهضة الرياض النهضة التعليمية بدأت الدولة قطر خطوات مدروسة في مجال النهوض بالتعليم فقد أصدرت مرسوما أميريا في نوفمبر 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم الذي أصبح فيما بعد باسم وزارة التعليم والتعليم العالي واعتباره هو السلطة العليا المسؤولة عن رسم السياسة التعليمية بالدولة وعن خطة تطوير التعليم والإشراف على تنفيذها بالإضافة إلى أنه شهدت قطر في السنوات الأخيرة إنشاء مدينة تعليمية متكاملة للتعليم العالي تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والهدف منها توفير المناخ المناسب للتعليم المتميز والنهوض بالتعليم وأيضا تم إنشاء فروع للجامعات العالمية في دولة قطر ومن الأمثلة على ذلك جامعة تيكساس وغيرها وكان الهدف من إنشاء هذه الفروع للجامعات العالمية هو أولا نقل الخبرات العالمية إلى دولة قطر بالإضافة إلى إتاحة فرصة التعليم العالمي للشباب القطري ليحصلوا عليه دون الإغتراب عن أوطانهم إذن هذه صورة لجامعة تيكساس في قطر وأيضا جامعة قطر ثانيا في مجال النهضة الاجتماعية حققت قطر تطور مرحوظ في مجال النهضة الصحية حيث تعمل دولة قطر جاهدة على تقديم خدمات صحية ذات مواصفات عالمية لذلك قامت بإنشاء العديد من المستشفيات في الدولة وأهم هذه المستشفيات مستشفى حمد مستشفى النساء مستشفى الخور وأيضا مستشفى الوكرة إلى جانب أيضا العديد من المراكز الصحية المنتشرة في جميع أنحاء الدولة وكل هذه المستشفيات وأيضا المراكز الصحية تعمل بنظام البطاقات الصحية التي توفر لحاملها ملفا صحيا يتضمن كل البيانات أي المعلومات عن المريض وتقديم العلاج مجانا للمواطنين وبإسعار رمزية أيضا للمقيمين إذن هذه صورة لمستشفى حمد مستشفى النساء مستشفى الخور مستشفى الوكرة وهذا أيضا مبنى لوزارة الصحة العامة في قطر ننتقل أخيرا إلى النهضة الرياضية والإنجازات التي حققتها قطر في مجال الرياضة حيث حدثت نهضة رياضية كبيرة بدولة قطر نظرا لاهتمام الحكومة القطرية بالرياضة عن طريق إنشاء وتنظيم الأندية والاتحادات والمؤسسات الشبابية والرياضية إلى جانب أيضا النهوض بالرياضة النسائية حيث أنشأت دولة قطر لجنة الفتاة القطرية للنهوض بالرياضة النسائية إضافة إلى تنظيم العديد من البطولات الرياضية المختلفة على مستوى العالم وأبرزها فوز قطر بتنظيم بطولة العالم لكرة القدم عام 2022 بهذا أعزائي طلبة الصف السادس ننهي درسنا لهذا اليوم شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته